خلال شهر من إعلان المؤسسة الوطنية للنفط رفع القوات القاهرة عن بعض الموانئ والحقول النفطية الآمنة واستئنا في تصدير الخام وصل إنتاج ليبيا من النفط حوالي 500 ألف برميل يومياً بعد ارتفاع إنتاج الشرارة أكبر حقول البلاد إلى 160 ألف برميل في اليوم مصادر في قطاع النفطي الليبي صرحت لوكالة بلومبرغ أن القدرة الإنتاجية للشرارة سترتفع إلى 300 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع القادم بالإضافة إلى دخول حقل الفيل المجاوري له للعمل خلال أيام والذي سينتج 70 ألف برميل في اليوم بالإضافة إلى دخول حقل أبو الطفل شرق البلاد الأسبوع القادم للعمل محلل بلومبرغ توقع أن يصل الإنتاج الليبي المتسارع إلى مليون برميل مع نهاية العام وهو رقم لم يكن يتوقعه أشد المحللين تفاؤلاً بعد أن قدر في السابق وصول الإنتاج إلى هذا المستوى مع حلول فصل الربيع القادم هذه المعطيات ستؤثر بشدة على الأسواق النفط العالمية التي تتعرض لضغوط كبيرة جراء فيروس كوفيد 19 مع تزايد حالات الإصابة في موجة ثانية تجتاح العالم ما سيجعل الأسعار تهوي من حالق بفعل تخمة المعروض اللجنة الوزرية لمجموعة أوبيك بلس التي تجمع منتجين من داخل المنظمة وخارجها لازالت تدرس إمكانية خفض الإنتاج بمعدل مليوني برميل مع حلول يناير المقبل والذي يتوقع أن تقرره في اجتماعها في نوفمبر القادم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر